العدوان الإسرائيلي المتواصل بيدخل أسبوع والرابع على قطاع غزة والحصار المفروض على أهلنا هناك حصار لا إنساني نتج عنه أوضاع إنسانية غير مسبوقة علشان كده الدولة المصرية بتركز دايما جهودها بشكل كبير ومكثف على استمرار إدخال المساعدات وتخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة اللي بيعاني منها أهلنا في غزة الحقيقة كمان أن الدولة المصرية أكدت أكتر من مرة أن معبر رفح مفتوح بشكل دائم ردا على الأصوات والآلة الإعلامية اللي بتردد أنه المعبر مغلق وأنها بتقدم كل الجهود لمساعدة الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهل التنموي في توصيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة الجهود دي أسهمت حتى هذه اللحظة في وصول 75 شاحنة حتى الآن لأهلنا في غزة يعني نأمل طبعا في وصول المزيد من المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة طبعا هذه المساعدات وحرص مصر الدائم على إيصال هذه المساعدات بيأتي في إطار اهتمام مصر الأساسي بالمصار الإنساني وبتتعامل مع معبر رفح كشريان رئيسي لمرور هذه المساعدات الإنسانية عشان كده في حرص شديد من القيادة السياسية على التأكيد على هذا المصار في كل المباحثات مع زعماء العالم وبكل تأكيد يعني تبعنا كلنا المؤتمر الصحفي الأخير اللي عقد وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إمانيوال ماكران واللي أكد سيادة الرئيس فيه أنه تم التوافق على العمل لإدخال مساعدات إنسانية تتناسب مع احتياجات 2 مليون و300 ألف فلسطيني في قطاع غزة أيضا تعهد رئيس الفرنسي بإرسال مساعدات لمطار العريش لتمر عبر معبر رفح وإرسال سفينة المستشفى الطبي لمساعدة الجرحة من المدنيين في غزة هذا يقول لك جمانة أنه لقاءة الرئيس مع كافة قادة العالم كان فيه تأكيد وتركيز دائما أنه البوعد الإنساني يجب أن لا يغيب أبدا في معالجة القضية الفلسطينية كل تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تخفل أبدا المصار الإنساني وكان في قلب المصار السياسي هو الاهتمام بإيصال المساعدات بشكل دائم وسريع وآمن إلى أهلنا في غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان حذر من اتساع الأزمة الإنسانية إذا ما حدث ووقع اكتياح بري إسرائيلي للقطاع وقال أكثر من مرة وتحديدا في مؤتمره الصحفي مع إمانويل مكروه الرئيس الفرنسي أنه ده حينتج عنه عدد كبير جدا من الضحايا الأبرياء علشان كده كافة القوى المصرية المدنية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي موجودة أمام المعبر وبتقدم كل الجهود الإنسانية الممكنة لتوصيل المساعدات لأهلنا في غزة بشكل دائم وبلا توقف في الحقيقة محمد يعني الدولة المصرية بتعمل على مصاري التهديئة بشكل متواصل وبتكثف جهودها لاحتواء التصعيد في قطاع غزة وطالبة المجتمع الدولي بأنه يطلع بمسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وده بكل تأكيد من خلال حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة وبما يضمن قامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مستمرين مع حضراتكم النهاردة في التقطية المتواصلة للأحداث في غزة مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير عليكم صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم